اشتركوا في القناة المواد الاساسية في التعليم الفني وفي التعليم الزراعي على وجه الخصوص وبتعتبر حجر الاساس لزيادة الانتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية وبالتالي زيادة غلة الفدان وتحقيق الاكتفاء الزاتي من السلع الاستراتيجية وخصوصا محصول الارز والقامح وغيرها من المحاصيل السكرية والزيتية لانه اي ضرر او اي مرض بيلحق بهذه المحاصيل بيؤثر مباشرة على معدل الانتاج فلازم كلنا نهتم بدراسة الامراض اللي بتصيب المحاصيل المختلفة ووضع قصص وبرامج مقامة لهذه الامراض اتكلمنا وقلنا انه علم امراض النبات هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته اسناء عملية النقل والتخزين والتسويق بدراسة من حيث ايه بدراسة من حيث طبيعة المسبب المرضي ظروف الملامة لانتشار المرض كيفية حدوث الاصابة بالمرض والاعراض المرضية وطرق المقاومة والعلاج وتكلمنا ايضا عن الاهمية الاقتصادية لامراض النبات ولما نتكلم عن امراض النبات احنا بنتكلم عن خسائر الخسائر دي قد تكون متعلقة بالنبات المنزرع او النبات المخزن او النبات اللي معروض في السوق وبنقول عليها خسائر مباشرة او قد تكون في صورة نفقات وتكاليف واموال بتم انفقها لعلاج المسببات المرضية المختلفة فبنطلق عليها لفظ خسائر غير مباشرة وتكلمنا ايضا عن مفهوم المرض النباتي قلتلك هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في الانتاج اما بالكم او بالكيف وانواع الامراض النباتية في العالم كلهم منوعين في نوع بيقول عليه امراض كلية او امراض كيانية او في ناس حتى بتطلق عليها لفظ امراض جهازية وهي الامراض اللي بتصيب النبات باكمله زي امراض الزبول زي الامراض الفيروسية وغيرها من الامراض اما النوع التاني فبقول عليه امراض موضعية من اسمه بتصيب موضع محدد من اجزاء النبات زي امراض التبقعات وايضا العفاء تكلمنا ايضا عن جزئية مهمة جدا وهي الاعراض المرضية وقلت لكم انه الشخص المسؤول عن القيام بعملية علاج للمسبب المرضي لازم يكون عنده خبرة لازم يكون شخص قادر على اجراء عملية التشخيص لازم يكون شخص دارس كويس جدا لانواع المسببات المرضية وبرامج المكافحة الحديثة اللي بتم تطبيقها لازم يكون عنده خلفية عن الاعراض المصاحبة لكل مسبب مرضي لانه هناك مسببات مرضية خلي بالكم قد تشترك في بعض الاعراض ولكن دائما وابدا فيكون فيه خط رفيع بين كل مسبب واخر لانه النبات ما هو الا كان حي بيصاب بكل المسببات ولكن النبات كان حي من طبيعة خاصة زي ما احنا بنقول هو كان حي لا ينطق ولا يتكلم ولا يعبر عن ما يشكو به من الام واوجاع نتيجة اصابته باحد المسببات المرضية ولكن بتظهر عليه اعراض الاصابة اعراض الاصابة هي ملحمة معركة او نواة خلينا نكون ادق في التعبير هي نتاج معركة بين كائن نافع اللي هو النبات المصاب اللي هو مصدر الغذاء والكساء والدواء لكل البشر على سطح الارض مش البشر بس لكل المخلوقات اصل الحياة هو النبات الاخضر هو اللي بيمدني بالغذاء هو اللي باستخرج منه الادوية والمواد الفعالة هو اللي بيمدني بالملابس اللي انا بلبسها فالنبات ده يعني هو اصل الحياة واول كائن حي بيصنع غذاء على سطح الارض هو النبات هتقول لي ما انا بتغذى على الابقار او الحيوانات المختلفة بتغذى على الطيور هقول لك ولكن هي مصدر غذاءها الرئيسي هو النبات هي فوت شين سلسلة غذائية تبدأ من كائن لكائن لكائن حتى يموت اخر كائن ويبدأ يتحلل ويتحول فيه التربة لعناصر غذائية يمتصها النبات مرة اخرى ويعيد تصميم او تكوين السلسلة الغذائية النبات زي ما قلنا لطبيعة خاصة ولازم يكون انت كمان كمهندس زراعي او كدكتور لامراض النبات لازم يكون برضو عندك طبيعة خاصة انت اهم من الدكتور البشري واهم من اي دكتور اخر يمكن يسويك في الاهمية الطبيب البيطاري ليه؟ انت بتتعامل مع كائنات لا تنطق لا تشكو لا تعبر فلازم انت اللي تعرف بنفسك اوجعها وتبدأ تتعامل معاه علشان كده كان يجب ان احنا ندرس الاعراض المرضية تعبيرات ليظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل المعركة بين المسبب المرضي والنبات المصاب الاعراض دي ممكن اشوفها بعيني المجردة بنقول عليها اعراض ظاهرية ممكن اخد شرايح وافحصها تحت الميكروسكوب بقول عليها اعراض داخلية او تشريحية ممكن ايس انخفاض الاجهزة الداخلية في النبات في قيامها بوظائفها الحيوية فبقول عليها اعراض فيسيولوجية الاعراض دي احنا قسمناها لاربع اقسام رئيسية كتير جدا بس احنا قسمناها لاربع مجموعات علشان نسهل عليكم في الدراسة مجموعة الاولى بقول عليها التغير في اللون نبات الاخضر يتحول لأي لون تاني نتيجة اصابته بمسبب مرضي ده النبات بيقول لي انا موجود زي الالم بالنسبة للانسان خلي بالكم المرض دائما ما يصاحبه الام واخطر الامراض بتكون بدون الام فالالم ده مهم جدا في حياتنا الالم هو اللي بينبهني انه في حاجة غلط لازم تتعالج لازم تتلحق علشان المشكلة لا تتفاقم ويتم حلها بسرعة لذا في بعض الامراض ممكن تؤدي الى موت النبات باكمله وبالتالي خسارة كبيرة جدا للمزارع اللي بتطرق الاعادة الزراعة وممكن يزرع تاني ويصاب بنفس المرض فلازم يكون عندك خبرة كبيرة جدا في مجال التعامل مع امراض النبات واحنا بنقول انه حلقات امراض النبات والعافات الزراعية هي نافذة مصر الزراعية لكل المنتجين وكل مزارعي مصر بمختلف مستوياته قلنا انه اللي بتابع الحلقات دي بيستفيد استفادة كبيرة جدا لانه هي حياتنا وخلينا نكون واضحين مع بعض المزارع المصري هو مزارع بالفطرة توارث واكتسب العمليات الزراعية منذ القدم من ايام الفرعنة بيعرف يزرع امتى ويحصد امتى وكمية التقاوي عملات الزراعية بانواعها المختلفة ولكنه يقف عاجزا ويلجأ للمساعدة من المهندس الزراعي اللي هو حضرتك عندما يصاب باحد المسببات المرضية او احد الافات الزراعية وليس من المقبول على الاطلاق ان احنا نخرج كوادر تعليمية سواء كان تعليم قبل الجامعي او تعليم الجامعي ويكونوا غير مدربين وغير مؤهلين لحل مشاكل المزارعين لانه ده حيعرضهم للنقد وحيكون صورتهم في المجتمع غير لائقة احيانا المزارع المصري بيكون عنده خبرة اكتر من المهندس الزراعي نفسه وده سببه ايه سببه ان المهندس الزراعي لم يتلقى التدريب الكافي والمؤهل في مؤسساتنا التعليمية فاحنا قلنا في اكتر من مناسبة انه التدريب ثم التدريب ثم التدريب هو السبيل الوحيد لإكساب طلابنا الاعزاء الخبرة والمهارة اللي تخليهم منفسين دائما وابدا في سوء العمل وممكن اصلا يكونوا عندهم كفاءة تؤهلهم للعمل في الخارج اول حاجة زي ما قلنا التغير في اللون موت الخلايا والانسجة الزبول بانواعه المختلفة والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية وزي ما قلنا انه الاعراض المرضية بتكون متعلقة بالنبات المصاب هناك ايضا علامات مرضية علامات المرضية هي لازم تعرف الفرق بينهم الاعراض يبقى على طول نبات مصاب العلامات يبقى مسبب مرض حط المعلومة دي في ذهنك دائما وابدا العلامات المرضية تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه قد تكون تراكيب خضرية او سامرية وبتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض من العلامات المرضية اللي درسناها المايسيليم او الغزل الفطري الباديستونز او الاجسام الحجرية الكوائمة الكوندية الوساد الهيفية الحبال والجزر الغيزومورفية وايضا اعضاء الامتصاص ودرسنا بعد كده انواع المسببات المرضية واسمتها لكم لنوعين مسببات معدية ومسببات غير معدية او طفيلية وغير طفيلية سميها زي ما انت عايز المسببات المعدية او الحية بتشمل الفطريات البكتريات البكتيريا الفايتوبلازما الفيروسات النماتودة نباتات الزهرية المتطفلة والطحالب والاشنات اما النوع الاخر هو المسببات الغير حية او الغير معدية او فيه ناس بقولوا عليها الامراض الفيسيولوجية اللي احنا بصدد دراستها في حالة النهار عبارة عن امراض بتنتج نتيجة تعرض النباتات لظروف بقية غير ملعبة ودرسنا ايضا طرق انتشار المسببات المرضية وقلنا المسببات المرضية بتنتشر بالعديد من طرق الانتشار منها الرياح منها المياه بانواعها المختلفة منها الحشرات والتقاوي ونال التربة والمخلفات النباتية والسماد البلدي وآلات الخدمة والحيوانات والطيور والانسان وايضا النماتودة والكراد ودرسنا ايضا طرق تشخيص المسبب المرضي او طرق تشخيص المرض النباتي وقلت لكم انه التشخيص هو اولى مراحل العلاج وانه التشخيص الناجح بيودي الى العلاج الناجح والتشخيص الخاطئ بيودي الى العلاج الخاطئ وبالتالي تفاقم المشكلة وزيادة الانفاق على برامج المقاومة وعندنا من طرق تشخيص العديد من الطرق اهمها طبعا المشاهدة والفحص الظاهري زراعة النباتات الكشافة استخدام بعض الاختبارات الكيموية او السيرولوجية او اختبارات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام الاحماض انه هي سواء كانت من النوع الدي ايه او من النوع الار ايه في اختبار كلنا عارفينه اللي هو اختبار البي سي ار او اختبار البرمرة المتسلسل ايضا من طرق تشخيص استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي او استخدام الميكروسكوب الالكتروني او اتباع نظام الانذار المبكر او الاستشعار عن بعد ودرسنا ايضا علاقة المسبب المرضي بالبيئة او ان هناك عامل بيئية بتؤدي الى سرعة انتشار وتكاثر المسبب المرضي او العكس يعني تؤدي الى تقليل الاضرار اللي بتسببها المسببات المرضية زي درجة الحرارة زي الرطوبة زي الخواص الطبيعية للتربة وايضا الضوء وبدأنا ندرس بعد كده اعزاء الطلبة وطلبات ديناميكية المقامة في النبات للاصابة بالمسبب المرضي قلنا ان المقامة هي صفة طبيعية بتنتج عن التفاعل بين العامل الجينية او الوراثية وبين الظروف البيئية المحيطة بالنبات واسمنا النباتات لثلاث اقسام على حسب درجة قابلتها للاصابة قلنا هناك نباتات منيعة نباتات مقامة ونباتات قابلة للاصابة واسمنا ايضا المقامة في النبات لعدة اقسام على حسب طبيعة المقامة قلنا نركز على المقامة التركبية بعناصرها المختلفة والمقامة الكيمو حيوي ودرسنا بعد كده جزئية مهمة جدا في المنهج وهي الطرق العامة لمقاومة امراض النبات قلنا انه من الطرق دي هي الطرق التشريعية قلنا قوانين وتشريعات بتصدرها الدول والحكومات بهدف منع انتقال المسبب المرضي من مكان الى اخر ودرسنا اهم قوانين التشريعية الاهمها طبعا قوانين الحجر الزراعي قلتلكم الحجر الزراعي هو المنع كلمة حجر يعني منع بمنع المسبب المرضي من الانتقال من مكان مصاب الى مكان غير مصاب وفيه نوعين من انواع الحجر الزراعي فيه حجر الزراعي بين الدولة ودولة اخرى بقول عليه حجر الزراعي خارجي وفيه حجر الزراعي بين مدينة واخرى داخل الدولة الوحدة فبقول عليه حجر زراعي داخلي وعرفنا اهداف تطبيق الحجر الزراعي والشروط الواجب مراتها عند استراض نباتات من الخارج وايضا بدأنا ندرس المكافحة الزراعية وقلنا عمليات مكافحة بتجرى بعد او بتجرى بهدف زراعة الارض وزيادة غلة الفدان لو تم اجراها بطريقة صحيحة وبالكيفية المسلة بتؤدي للقضاء ايضا على المسببات المرضية وخصوصا اللي بتعيش وتسكن اه تحت سطح التربة رأي ومرورا باهم التدابير والاجراءات الصحية المتبعة للقضاء على المسببات المرضية وانتهاءا بزراعة الاصناف المقاومة ودرسنا ايضا البيولوجيكا الكنترول او المقاومة البيولوجية تعتمد على استخدام الكيانات الحية الدقيقة في القضاء على المسببات المرضية المختلفة وبنتشمل استخدام بكتيريا التضاد استخدام فطريات التضاد استخدام الفيروس البكتيري البيكتيريوفاج واستخدام الفطريات في القضاء على النمات وداه وجعل الظروف البيئية ملامة للنمو والنبات وغير ملامة لنمو وانتشار وتقاصر المسببات المرضية المختلفة وبعد كده خدنا المقامة الكيموية وانا بتعتمد على استخدام مركبات كيموية عضوية وغير عضوية في القضاء على المسبب المرضي وانواع المطاهرات الكيموية قد تكون مطاهرات سطحية او مطاهرات كلية وخدنا اهم المركبات الكيموية اللي بتستخدم في القضاء على المسببات المرضية زي مركبات الكابريت مركبات النحاس الانتيبيوتوكس او المضادات الحيوية والموبدات الجهازية والغازات والأدخنة والمبادات المستخدمة في القضاء على النماتودة وبعد كده درسنا جزئية مهمة جدا جدا وهي المقاومة المستحس وليه احنا فكرنا في استحساس المقاومة في النبات لانه طرق المقاومة الزراعية والتشريعية والبيولوجية اصبحت غير كفيلة للتصدي للإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وثبت علميا انه المكافحة الكيموية لها اصار جانبية خطيرة جدا على صحة المواطن وايضا على سلامة وصحة عناصر الإيكولوجي سيستيم او النظام البيئي يعني ايه مقاومة مستحسة مقصود بها دفع النبات لتكوين المركبات المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وسرعة رد الفعل بعد حدوث الإصابة الفعلية بالمسبب المرضي واحنا قسمناها لنوعين مستحسة جهازية ومستحسة مكتسبة وخدنا تطبيقات على طرق استحساس المقاومة في النبات للإصابة بالمسببات المرضية في الباب الأخير درسنا أهم الأمراض الفطرية والبكترية والفايتوبلازمة والفيروسات والنماتودة والنباتات الزهرية المتطفلة والتحالب والأشانات والأمراض الفيسيولوجية وكل ده بندرسه من حيث طبيعة المسبب المرضي طريقة حدوث الإصابة الظروف الملامة لانتشار المرض الأعراض المرضية وطرق المقاومة والعلاج تعالوا بنا أعزاء المشاهدين وأعزاء الطلبة والطالبات نستعرض سويا أهم الأمراض الفيسيولوجية أو ممكن نقول عليها الأمراض البيئية اللي بتصيب المحاصيل المختلفة وكيف يمكن الوقاية منها وأيضا كيف يمكن علاجها بطريقة آمنة وفعالة يعني أمراض فيسيولوجية الأمراض الفيسيولوجية مقصود بها الأمراض اللي بتصيب النباتات ولا تسببها كائنات حية متطفلة ولكنها تنشأ عن تعرض النبات لظروف بيئية غير ملابة زي ما قلتلك هذه الأمراض بتحدث خللا في وظائف الأعضاء النباتية وده بيؤدي إلى ضعف النباتات وانخفاض انتاجيتها وانخفاض قيمتها التجارية وقد تموت النباتات في النهاية إذا كانت نسبة الإصابة شديدة أهم الأمراض الفيسيولوجية المسجلة في جمهورية مصر العربية أمراض السقيع الشمس المحرقة الياح الحرة والجافة زيادة رطوبة التربة العطش نقص أو زيادة العناصر الغذائية في التربة ملوحة التربة سوء التهوية في المخازن عدم توافق الأصل مع الطعم وسوء استعمال المبادات الحشرية والفطرية ومبادات الحشائش والغازات السامة المتصاعدة من المصانع ومن أمثلة هذه الأمراض عندنا مرض القلب الأجوف والقلب الأسود في البطاطس القلب الأجوف ده سببه زيادة الرأي وزيادة التسميد الأزوتي أما القلب الأسود ده بيكون سببه سوء التهوية في المخازن لسعة سمار المانجو الشمس المحرقة زبول الأطراف في الموالح وغيرها من الأمراض الخطيرة هنأخذ بعد كده أهم الأمراض الفيسيولوجية نبدأ بأمراض النتيجة عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النبات أو المرض اللي هو لسعة الشمس في الخضر والفاكهة المسبب هو حرارة الشمس المحرقة الأعراض على لسعة سمار المانجو ظهور بقع بنية فاتحة أو قاتمة أو سوداء على السمار بينتج عن هذه الإصابة سقوط السمار وتشوه شكلها وبتصبح غير صالحة لعملية التسوية أيضا من الأعراض بتحترك أطراف الأوراق كما أن الفروع الغضة بتجف هذه الصور لأعراض الإصابة بمرض لسعة سمار المانجو على نباتات المانجو المكافحة لتفادي أشعة الشمس في الأشجار الكبيرة بتم رش السمار بمادة تكسوها وتحجبها عن أشعة الشمس زي محلول الجير أما في حالة الأشجار الصغيرة فبينصح عند زراعتها بوضع أغطية فوقها من حصير البردي أو يتم تخويص الأشجار بجريد النخل أو سيقان الدرة هناخد أيضا لسعة درانات البطاطس الأعراض بتتأثر درانات البطاطس التي تتعرض لحرارة الشمس لتظهر عليها بقعة جافة من كرمشة بتكون غائرة على سطح الدرانة ولونها في الغالب يكون نحاسي من ضمن الأعراض أيضا احتراق في أطراف الأوراق أعدي صور للسعة درانات البطاطس لو ركسته في الصورة هتلاقي في بقعة لونها نحاسي في منطقة العيون على الدرانات المصابة المكافحة بتشمل يجب تجنب الزراعة المتأخرة عدم تعطيش النباتات لعدم تشكك التربة وبالتالي تعريض الدرانات لأشعة الشمس المحرقة لسعة السمار في الطماطم الأعراض بتشمل بقع صفراء بيضة مستديرة كلنا منشوف الأعراض دي على سمار الطماطم خصوصا على السمار الخضراء ثم يجف وتتجعد جلد السمرة وقد تكبر هذه البقعة نتيجة نمو السمار ويتحول لونها إلى اللون الأبيض المسمر أيضا من الأعراض تعفن السمار المصابة هذه صور برضو لأعراض الإصابة بلسعة الشمس على سمار الطماطم المكافحة بتشمل وقاية النباتات من الأمراض التي تؤدي إلى تساقط الأوراق لأن الأوراق هي اللي بتعمل ظل على السمار تغطية عروش النباتات بقش الأرز وهناك الكثير من الأمراض النتجة عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة زي احتراق الأوراق ولسعة الشمس في الفاصولية ولسعة سمار البركوك وغيرها من الأمراض هناخد بقى العكس اللي هو أضرار السقيع على محاصيل الخضر والفكهة بيؤثر السقيع تأثيرا سيئا على النباتات وخاصة النباتات العصيرية منها مثل الخضروات كالطماطم والبطاطس والبطاطا وكثير من أشجار الفكهة زي المنجو ومحاصيل الحقل وأيضا الفول والقصر بيسبب أيضا السقيع موت الأوراق والسقان وتحولها إلى لون أسود كما في الفول وأيضا الخضروات وقد يسبب السقيع جفاف للأوراق وموت البراعم التي تصبح بنيت اللون كما يحدث في قصب السكر المكافحة بتشمل زراعة الأصناف المقاومة للسقيع تغطية النباتات القصيرة كالخضروات وأشجار الفكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو بسيقان الزرع أيضا من ضمن طرق المكافحة رأي الأرض في الأيام التي يخش فيها من السقيع حيث أنه ثبت أن النباتات التي في الحقول المروية أقل تأثرا بالسقيع من تلك النباتات الموجودة في الحقول الجفة تأثير السقيع على قصب السكر نتيجة انخفاض درجة الحرارة بيؤثر السقيع تأثيرا سيا على المحصول وذلك عندما تصل درجة الحرارة في بعض السنين إلى درجة الصفر الماوي فبيقف نمو النباتات وتجف الأوراق وتموت وبكل لونها بلون القش كما تموت القمة النامية للنبات وكذلك البراعم فبيظهر لونها بنيا وينتج عن ذلك نقص في المحصول هذه صور لأعراض الإصابة بالسقيع على نباتات قصب السكر المكافحة بتشمل زراعة الأصناف المقابة ويمكن تخفيف حدة السقيع برأي حقول القصب رأي خفيفة عند انخفاض درجة الحرارة واحتمال حدوث السقيع الأعراض عند انخفاض درجة الحرارة من صفر إلى عشرة على نباتات البطاطس فإن درانات البطاطس بتكتسب طعما حلوا وذلك نتيجة تحول النشا إلى سكر أيضا من ضمن الأعراض ضعف النباتات الناتجة من درانات البطاطس موت النباتات وتحول لونها إلى اللون الأسود وتكون كالنباتات المسلوكة موت النبات بأكمله في حالة الإصابة الشديدة مكافحة السقيع على نبات البطاطس بتشمل استخدام مخازن جيدة ومهوال حفظ التقاوي وضع قشع أرز على النباتات المنزرعة لتدفيتها ووقايتها من السقيع هناخد بعد كده جزئية أخرى من الأمراض الفيسيولوجية والنتجة عن زيادة مستوى الماء الأرضي أسباب زيادة الرطوبة الأرضية عندي ثلاث أسباب رئيسية أهمها وجود طبقة صماء في التربة يعني طبقة صخرية زيادة معدلات الرأي طبعا ننصح كل المزرعين استخدام شبكات الرأي الحديثة في الزراعة لأنه دي بتوفر عليك كميات كبيرة جدا في رافع المياه زي ما احنا بنقول وأيضا بتوفر في عدم إصابة المحاصيل المختلفة بالأمراض النتيجة عن ارتفاع نسبة الرطوبة أيضا من ضمن أسباب زيادة نسبة الرطوبة هو ردائة الصرف يعني الصرف اللي عندك بيكون صرف غير جيد وبالتالي نسبة التهوية في التربة بتكون منخفضة وبالتالي النبات لا يستطيع أنه يتنفس وبالتالي هتحصل عندك مشاكل كبيرة جدا نتيجة ردائة عملية الصرف وجودة الصرف مهمة جدا جدا في مجال زيادة معدل الانتاج من ضمن الأمراض اللي بتسببها سوق التهوية أو ارتفاع مستوى الماء الأرضي اللي هو تصمغ الحلويات الأعراض بتشمل زبول وجفاف الأوراق والفروع والسقان ضعف وتعفن الجزور تكوين إفرازات صمغية على جزور الأشجار وأغصانها وسقانها ضمور السمار وقلة المحصول وفي حالة الإصابة الشديدة بيحدث تساقط للأوراق وتموت الأشجار هذه صور لأعراض الإصابة بمرض تصمغ الحلويات المكافحة عن طريق الزراعة في أرض ومستوى الماء الأرضي فيها منخفض استعمال أصول مجموعها الجزري سطحي زي أصل البرقوق المريانة وشق المصارف لتحسين الصرف والعناية بتقليم الأشجار وقطع الأجزاء المصابة وإعدامها وتطهير مكان القطع باستخدام مادة مطهرة ده فيديو تعليمي لأعراض الإصابة بتصمغ الحلويات على أشجار المشمش لو أنتم ملاحظين هتلاقوا في حدوث كسر في منطقة الإصابة ودي المنطقة المصابة ووجود الإفرازات السمغية في مكانها على السقان حتى لو أنتم ملاحظين أنه السمار المشمش بتكون حجمها صغير وضامرة وبيتساقط كمية كبيرة جدا منها على سطح التربة وده نتيجة سوء التهوية وارتفاع مستوى الماء الأرضي ورضاءة عملية الصرف وده بسبب استخدام طرق الرأي التقليدية فإحنا بننصح برأي الأشجار باستخدام شبكات الرأي الحديثة هذه مكان الإصابة وحدث كسر فيه نتيجة الإفرازات السمغية اللي بتكون موجودة على السقان نتيجة الإصابة بمرض خطير جدا وهو مرض تصمغ الحلويات هنا عندنا تصمغ الموالح وخدناها قبل كده في الفطريات البيضية هناك مرض آخر نتيجة زيادة مستوى الماء الأرضي وهو شلل الموالح الأعراض بتشبه أعراض الإصابة بتصمو الحلويات ولكن لا تتكون في حالة شلل الموالح إفرازات سمغية على الأشجار المصابة فيه أعراض أخرى بتكون نتيجة عن زيادة مستوى الماء الأرضي زي عفن السمار القمي في القرعيات والطماطم والبازنجان وإحمرار الأوراق في القطن طبعا أحمرار الأوراق في القطن بكل تلات أسباب رئيسية يعني عايزكوا تفرقوا بينهم علشان خاطر أنه لما تنزل تعمل عملية فحص دوري للنباتات المصابة مش يحدث عندك لبس في أعراض الإصابة هو ممكن تشوف الإحمرار تقول على طول أنا عندي إصابة بارتفاع مستوى الماء الأرضي أو الصرف عندي غير جيد طبعا ده كلام صح ممكن برضه تقول عندي إصابة بالعنكبوت الأحمر العادي ده كلام برضه صح ممكن يكون عندك إحمرار نتيجة إصابة أو إصابة النباتات بالزبابة البيضاء فلازم تفرق بين طبيعة الإحمرار نفسه في حالة العنكبوت الأحمر العادي بتلاقي الإحمرار في نص الورقة حول العرق الوسطي وبيكون لونه أحمر بنفسي أما في حالة ارتفاع مستوى الماء الأرضي بيبقى العكس بيبقى الإحمرار على حواف الورقة دون الوصول إلى العرق الوسطي أما في حالة الزبابة البيضاء لون الورقة بيبقى كله أحمر طوبي يعني أحمر قاتم وده نتيجة الإصابة بآفة خطيرة جدا وهي الزبابة البيضاء لازم تفرق كويس جدا بين أعراض الإصابة علشان تقدر تعمل عملية تشخيص للمسبب المرضي بكفاءة وبصورة صحيحة علشان لما تيجي تصمم برنامج المقاومة يكون برنامج فعال وناجح ويؤدي للقضاء على المسبب المرضي بصورة آمنة وصحيحة لأن انت لو شخصت غلط هتكتب علاج غلط وبالتالي هتزيد مشكلة المرض النباتي مش هتقل أيضا من ضمن الأسباب اللي بتسببها ارتفاع مستوى الماء الأرضي تشكك سمار الطماطم كلنا بنعاني من المشكلة دي وأيضا تشكك درنات البطاطس وسمار البرتقال وطرق المكافحة طبعا أهمها الاعتدال في الرأي وتحسين جودة الصرف هناخد بعد كده تأثير نقص العناصر الغذائية والأمراض المتسببة عنها بتحتاج النباتات لكميات كبيرة من عنصر الأزوت لتكوين مجموعها الخضري ده حاجة معروفة والكميات الموجودة منه في التربة بتكون غير كافية لهذا الغرض علشان كده بيلجأ المزارع إلى إضافة الأسمدة الكيموية والبلدية لسد هذا النقص وبينشأ عن نقص الأزوت في التربة ضعف النباتات وصفرارها الأزوت والفصفور والبوتاسيوم بيعتبروا من اللي هما الـ NBK بيعتبروا من العناصر الضرورية اللي بيحتاجها النباتات بكميات كبيرة جدا بتفوق ما تحتاجه من العناصر الأخرى الثانوية والتي تحتاج إليها النباتات بكميات قليلة زي الحديد والنحاس والزينك وغيرها هنأخذ تأثير نقص العناصر الغذائية والأمراض المتسببة عنه لو قلنا عندنا نقص في عنصر النحاس بينشأ عندي مرض اسمه إجزنزيمة الموالح أو موت الأطراف نقص عنصر الزينك ده بيؤدي إلى تباركش الأوراق في الموالح نقص عنصر الحديد ده بيؤدي إلى إصفرار أوراق الكميسرة وطرق المكافحة طبعا بتشمل رش الأشجار اللي هو تسميد الورقي رش الأشجار بمحلول مراكبات النحاس أو الزينك أو الحديد طبقا لتوصيات وزارة الزراع هذه صور لنقص العناصر الغذائية إجزنزيمة الموالح نقص النحاس تباركش الأوراق في الموالح نقص الزينك وإصفرار أوراق الكميسرة ده نقص الحديد مسبب مرض بيئي آخر وهو زيادة التسميد والأمراض المتسببة عنه عندنا مرض بينتج عن زيادة التسميد وخصوصا السماد الأزوتي هو مرض القلب الأجوى في البطاطس تلاقي البطاطس من جوه كده مفرغة وقلبها فاضي ده بينشأ هذا المرض عن عامل أو مجموعة من العامل التي تؤدي لسرعة النمو في الدرانات خصوصا في آخر موسم النمو زي زيادة التسميد وزيادة معدل الرأي الأعراض بلاحظ وجود تجويف في وسط الدرانة عند شقها وبيكون هذا التجويف محاط بأنسجة جافة نوعا ما وبكل لون هبني فاتح وبيظهر ذلك في الدرانات الكبيرة الحجم عادة المكافحة بتشمل العناب التسميد والرأي وخفض نسبة السماد النطراتي هناخد بعد كده تأثير ملوحة التربة والماء والأمراض المتسببة عنه بتنشأ ملوحة التربة من وجود بعض الأملاح الضارة زي كولوريد أو كاربونات السوديوم بتكون بنسبة أكثر مما تتحمله النباتات والمحاصيل التي تزرع في مثل هذه الأراضي بيكون معدل إنبات بزرها منخفض كما أن ما ينبت منها بيكون نموه ضعيف ونباتاته بتكون قصيرة ومحصوله بيكون قليل وده نتيجة ارتفاع نسب الملوحة في التربة المكافحة بتكون لإصلاح التربة الملحة بنلجأ إلى عمليات الغسيل والصرف في حالة كولوريد السوديوم وإضافة الجبس الزراعي في حالة كاربونات السوديوم مرض آخر بينشأ عن عدم توافق الأصل مع الطعم يعني إيه أصل ويعني إيه طعم لازم نعرف الحاجة علشان نكون عارفين إيه اللي ممكن ينتج نتيجة عدم توافق الأصل مع الطعم الأصل اللي هو المجموع الجزري الموجود في التربة بيمتص الماء والهناصر الجزائية ويوصلها للمجموع الخضر المجموع الجزري ده بيكون عبارة عن الأداء اللي بتؤدي إلى امتصاص الماء والعناصر الغزائية من الطربة أما الطعم بيكون عبارة عن المجموع الخضري والسمر لو حدث عدم توافق بينهم بيؤدي إلى تقرح الكمسرة والعراض بتشمل قرح شكلها مستدير جفاف الأجزاء المصابة والمكافحة الرش بمحلول بردور تأثير سوء التهوية في المخازن اللي هو مرض القلب الأسود في البطاطس تعفن السمر والمكافحة عن طريق التخزين في مخازن جيدة التهوية وحفظ وتخزين الضرانات في التلاجات على درجة حرارة أعلى من خمسة درجة ماوي هناخد بعد كده الأخطاء النتيجة عن سوء استعمال المبدات ده بينشأ نتيجة زيادة نسبة أو كمية المبيت زي ما قلت لكم قبل كده عدم نقاومة المادة الكيموية إجراء العلاج في معاد غير ملائم عدم انتظام الرش أو التعفير عدم العناية بنظافة آلات الرش أو التعفير عدم ملائمة المادة الكيموية لمحصول معين أو صنف معين هناخد منها تأثير الكابريت بيؤدي الاحتراق وسقوط الأوراق والسمار والمكافحة استخدام الكابريت النعم أو خلط الكابريت بتراب الفرن من نسبة 1 إلى 9 تأثير مراكبات النحاس بعد بقع صمراء وتشكك السمار تسقب في الأوراق والمكافحة استخدام التركيزات المناسبة تأثير مبيدات الحشاش الاختيارية بيختص كل مبيد من مبيدات الحشاش المحاصيل بعضها بيؤثر على الحشاش العريضة والبعض الآخر بيؤثر على الحشاش الرافعة تأثير مبيدات الحشاش الاختيارية الأعراض عدم ده بتنشأ نتيجة عدم غسل آلات الرش جيدا وده بيؤدي لتشوه شكل الأوراق الحديثة وجود انتفاخات على السمار والمكافحة لتفادي ذلك بتخصص رشاشة لكل مبيد وتنظيف الرشاشة جيدا بالماء والصابون والنقع فيه ماء عادي لمدة 12 ساعة لو انتوا حابين تعرفوا معنا ايه هي اهم التدريبات العملية اللي هتجيلكوا في امتحان اخر العام وازاي اتعامل معاها وازاي احصل على الدرجة النهائية في الامتحان العملي النهائي يبقى لازم تنتظرونا في الحلقات المقبلة ان شاء الله احنا اخذنا في حلقة النهاردة الامراض الفيسيولوجية اللي بتسببها العوامل البيئية المختلفة على المحاصيل وكيفية علاجها والوقاية منها الى هنا عزانا المشاهدين وعزانا الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل انا التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم السلام عليكم ورحمة الله